أهلا بكم مجدد المشاهدين الأفاضل إلى فقرة قراءات مقالنا لنهاري اليوم اخترناه لكم من موقع ميادين لكاتبه الأكاديمي والسياسي أقول الدكتور عماد الحطب حول تهاوي العملات المحلية مقابل الدولار فرق العملة هو تعبير نستعمله للدلالة على خسارة من دون معنى والمقصود أنك تخسر جزءا من أموالك حولتها إلى عملة أخرى هذه الخسارة لا يمكن تعويضها وليس لها مبرر منطقي وهذا يخلق أزمات اقتصادية يصعب معالجتها أشهر الأمثلة يقول الدكتور في مقاله كوريا الجنوبية وطايوان وسنغافورة وهونغ كونغ التي عانت سنة 1997 من انخفاض عملتها ب60% أمام الدولار ما جعلها عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية رغم توفر سيولة كبيرة بالعملة المحلية تعددت الدراسات يقول كاتب المقال ولكنها أجمعت على أن الولايات المتحدة أدت دورا مهما في الانهيار بسبب الخطورة التي شكلتها النمو أو شكلها النمو السريع لاقتصادات هذه الدول تعافت النمور الأسيوية لاحقا لكنها عادت إلى الحاضرة الرأسمالية سعر الصرف ليس الحيلة الوحيدة التي تلجأ إليها الرأسمالية لصناعة الأزمات في الاقتصادات المستهدفة فهناك أيضا سعر الصرف الموازي الحصار الذي تفرضه الرأسمالية على دولة مثل إيران أو سوريا يهدف إلى حرمانها من التصدير والحصول على التمويل الأجنبي للإستراد وهو ما يضطرها للجوء إلى السوق الموازي لشراء العملة الصعبة لتمويل الاحتياجات وهناك طريقة أخرى للضغط على الدول المستهدفة كما هو الحال مع لبنان فالقروض يقول نص المقالة التي تقدمها المراكز المالية والدولية تحول لتمويل المشاريع الاقتصادية المحلية بعد تقييمها بالسعر الرسمي وعند تسديد يكون على البنك المركزي جمع الدولار من السوق بالسعر الموازي إذا علمنا أن السعر في السوق الموازي في لبنان مثلا أعلى من السعر الرسمي بـ 616% انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يترك أثرا في المشاريع التي تشكل عماد الاقتصاد في الدول النامية اتفاع تكلفتها والحفاظ على استمراريتها سيؤدي إلى إغلاقها أو بيعها لشركات الكبرى وهي شركات رأسمالية تحضر تحت شعار جلب الاستثمارات الدولية على مستوى الأفراد يواصل المقال فإن التأثير سيطال طبقة الفقيرة التي تنفق أعلى نسبة من دخلها على الغذاء الذي سيرتفع ثمنه بسبب التذخم وارتفاع كلفة الاستراب وهو ما يفرض على الحكومات إما المزيد من القروض حسب وصفات البنك الدولي أو خسخصة الخدمات الحكومية وفق وصفات صندوق النقد والنتيجة فقدان الاستقلال الاقتصادي والقصور في الاعتماد على الذات في ختام المقال هذه القصة التي تبدو معقدة تبدأ من دولار نذهب لتصريفه في السوق السوداء وتمر بمحابة مسؤول اقتصادي فاسد وعبر تخطيط اقتصادي يقوم على إدارة الأزمة وليس حلها وفي المحصلة يمكن أن نجد العدو ينشئ قواعده على أراضي بلادنا ويفرض على قوانيننا وأنظمتنا حماية جنود المحتل وشركاته وقواعده شهد الأفاضل إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذا المقال ونختم كذلك محطتنا مع فقرة قراءات يومكم طيب شكرا للمتابعة في آمن الله